النهار ده إحنا محظوظين جداً في الصباح الخير يا مصر عشان حيكون معانا فنانة مميزة ونموذج ملهم الحقيقة للتحدي والصمود والإيمان بالموهبة هي مؤمنة موهبتها جداً في الفن التشكيلي قدرت بريشة ساحرة وبحس فني جميل تتحدى كل القيود اللي فرضت عليها هي من ذوي القدرات الخاصة تمتلك قدرات خاصة لكنها فنانة ملهمة وشافت إن الفن ممكن يكون وسيلة جميلة جداً للتعبير عن مشاعرها خمسة وخمسين لوحة في قاعة صلاح طاهر بالمصرح الصغير في الأوبرا المصرية رحلة فنية لمريم وجيه البطلة اللي معانا النهاردة معرض ليه جمال جداً والمعرض اسمه جميل اسمه مريم اللي هي ضفتنا اللي منورانا والنموذج اللي احنا بنحتفي بالنهاردة في الصباح الخير يا مصري أكيد يا محمد مريم قادرة باختلاف مريم متميزة في الفن في الرسم عبرت عن نفسها بالألوان وبالتميز في اللوحات واللي أقيمت لها قاعة خاصة جداً في دار الأوبرا المصرية تم فيها عرض الخمسة وخمسين لوحة لمريم مريم درست الرسم في القسم الحر بكلية الفنون الجميلة وعملت بإدها وبالريشة أجمل الألوان وأجمل التعبيرات النهاردة مريم ضفتنا في الصباح الخير يا مصر وولدتها الأستاذة هناء أمين بصبح على حضراتكو وبقول لمريم مبروك يا مريم على النجاح الجميل إحنا شفناها على فكرة إحنا عرضنا اللوح بتاعتك من يومين وكانت جميلة ومبهرة وعلقنا عليها في الستوديو لكن الجميل إن أنت تبقي معنا النهاردة بنفسك وحضرتك مشرفاتك موردنا وشرفنا الفنانة مريم واجهة الإسم كده يعني إسم فني فني تشكيلي جميل جدا حكينا بقى مريم قصة في الأول كده مع الفن التشكيلي وش معنا اخترت الفن التشكيلي إيه اللي عجبك؟ وحصلنا على خلص همارط وثانا في الناس يعني أنت بتحب الرسم؟ أحب الرسم درستي إيه فيك كله يا مريم؟ وكيفة كميلة وعندي هسير الصباحة بطل السباحة بطل ما شاء الله كمان أطلب صدر أنت معك أعملت كم؟ طيب جميل مريم لها القدرات الخاصة مش بس في الفن كمان في الرياضة ما شاء الله يمكن مش أي حد يمتلك القدرات إزاي قدرتي توصلي بمريم للنجاح ده؟ هم اللي عندهم قدرات مش عندنا الصراحة قدرات خاصة اختشفتها إزاي؟ بص يا أم بتفضل تنكش كده حوالين ولادها تشوف ومميز في إيه يعني بس فإحنا يعني بتديني الأول بالسباحة كنوع من من الرياضة اللي فيها دمج اللي تقدر جسمها يبقى كويس فيه كل حاجة يعني تنظيم للنفس وبعد كده بقى بتديني ندخل بطلات وكده وهي بطل تعرف بالسباحة ومعها خمسين مدالية طيب من السباحة للفن التشكيلي مريم هي أول فنانة مصرية تلتحق بقسم دراسات الحرة في كلية الفنون الجميلة والالتحق بيش سهل على الفكرة يعني بيبقى في معايير كمان لاختيار من يدرس الفنون جميلة قدرات خاصة بحقيقة كلية هي كلية عملية فكان أصلا الموضوع يعني بالنسبة لولادنا مقفول تماما حتى في القسم الحر فكتمريم أول الملتحكين من الدون صندروم في القسم الحر ودرست أربع أقسام درست جرافيك ودرست نحت ودرست جداري وقدمت أعمال في كل قسم الجرافيك وفن التشكيلي وتصوير زيتي وأبهرت الجميع يعني بشهدة الدكاترة وعميدة كلية في الوقت ده دكتور أحمد هانو الوزير ثقافة حاليا يعني الصراحة يعني هي بتبزي المجهود ومش مجرد إن هي في مكان وخلاص لأ هي بتشتغل وتشغل على نفسها كتير وبتنتج يعني ده اللي واحد يلي الخمسة وخمسين مش من يومي لدو الخمس سنين يعني خمس سنين على مدار خمس سنين مريم الدراسة كانت سهلة وانتي حبتيها إيه أكتر حاجة حبتيها الرأس في كل الأقسام اللي هي درستها أكتر حاجة أنا شايفين دلوقتي على الهواء يا هبا مريم وهي بتستقبل كده الفنانين والنقاط داخل قاعد صلاح طهر وعلى فكرة بش أي حد يعرض في قاعد صلاح طهر طبعا صلاح طهر هو الرمز التشكيل الكبير المصر والفنان الكبير شايفين الصور دي مريم وهي بتوري الرواد والزوار للمعرض حاجة جميلة جدا أنا بشوف دلوقتي إزاي يا مريم جبتي أفكار الصور يعني وأنا بتفرج عليها يا محمد حتى من يومين عاد تقول هي تقصد إيه طب ولي رسمت اللوحة دي أنا أنا متزوقة هي مش متخصصة بس بحب جدا الفن التشكيل إحنا ما بنعرفش مريم دمخها في إيه يعني في التجريد دي بالزاد إحنا بنسابها إن هي تعبر اللي هي عايزة وزي ما بتطلع اللوحة بتبقى هي دي اللي هي عايزة طوح فيه دمج ألوان رائع جدا هي بحب الألوان قوي قوي وسيبان إحنا بقى مطلقاننا العالم كده إن إحنا نفكر اللوحة دي تقصد بها إيه مريم طب أي لوحة مريم بتختارها كده تتكلم عنها؟ مريم بتحب فقط بتحب دمج الألوان في بعضيها صح يا مريم، صح يا مريم؟ بتعمليها إزاي يا مارو؟ اللي تحط الألوان إزاي أي توضح؟ ببعونا هي بتختار كمان اللون، يعني برضو فكرة التناسق الألوان هل شايفين في معرض مريم يعني كذا حاجة كنا لسه من دردش قبل الهوى هي بترسم بورتريهات والبورتريه ده من أصعب ألوان الفنون يا مريم إن بترسمي بورتريه صح أو بورتريه صادق وحقيقي شبه الشخص نفسه بترسم مناظر طبيعية اللي هي الحاجات الطبيعية فن تجريدي ده أعلى حاجة من الفنون يعني الفن التجريه ده عشان فنان يشتغل ويقدم لوحة تجريدية ده بيكون مرة يا مريم بسنين طويلة عشان أقول أنا فنان بقدم لوحة تجريدية جمعت زي ما بين الثلاث مدارس فنية الفنانين تشكلين اللجوم زاروا المعرض يعني قالوا هو معرض متكامل يعني شامل كل حاجة يعني البرتريهات اللي حتى أغلب البرتريهات اللي هي عاملها هي عاملها إفريقية شوية لأن هي تأثرت شوية درس في جمعة القاهرة مع ألف قائد إفريقي وكان فيه أفارك كتير اتصاد الوجوه شافت الوجوه دي فعايزة ترسمها وتنقلها فورتريه إيه الدراسة رائسية الماركة ألف درسة إيه في جامعة القاهرة ألف قائد إفريقي في الدرسات العرية الإفريقية مركز اللي الدراسة قسم ريادة أعمال مريم أنت كمان ألوانك حتى في لبسك جميل أنت لما اختارها الألوان الحلوة دي طيب الفنان فنان في كله جميلة يا مارك جميلة في كل حاجة طيب نرجع مرة تانية بقى إزاي بقى النقاد والفنانين إحنا شفنا عدد كبير جدا من المتخصصين في الفن التشكيلي صحفيين نقاد فنانين حضروا المعرض في قاعد صلاح طاهر كانت ردود أفعالهم إيه تكلموا عن إيه وقالوا لك إيه اللي بميز ريشة مريم وجيه لأن أي فنان تشكيلي دايما لبصمة لريشة زي ما بيقولوا كده مختلف عن حد تاني حد قالك مريم وجيه بتتميز بإيه بالجراءة بالجراءة كله كانوا يقولولي كده جريئة بتحط اللون مش خايفة وهو ده الفنان اللي هو مش خايف هو بيعمل إيه هو بيعمل بإحساسه فهي إحساسها هو اللي طاغي على اللوح يعني حتى يعني كله داخل فيه فيه إحساس بهجة فيه اللون ببهجة الألوان جريئة الألوان صريحة أقادرت تحط إحساسها في اللوحة نفسه هتعملي إيه bleach هتعملي إيه بعد كده هتعملي معارض تانية ولا عايزة معارض بقى برا مصر ولا عايزة تعملي إيه أو هتحترف يا مريم فيش لحظات اللوحه بات لا فيه طبع وفيه لحدين راحوا وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية وزارة الثقافة اكتناهم في المتحف في هناك بالأمضة بتاعتها كده مريم وجيه بالأمضة بتاعتها مريم ويفضلوا هناك في المعرض دائما للتاريخ الفكرة الفن جماله يا مريم ان الصورة بتبقى عايشة للتاريخ على طول تقعد مئة سنة متين سنة صح صح طيب عايز اتكلم بقى شوية على الدعم بقى المريم يعني حضرتك طبعا ربنا ديك الصحة ودايما وقفة معاها دور بقى الأسرة الوالد أخوتها أصدقائها ليه دور مهم جدا فكرة التشجيع انها تعمل حاجة حلوة ترسم لوحة فتحس حد شافها اللوحة دي فعلا لوحة جميلة مختلفة كلمين عن الدعم صح كلامك كله يعني هو هي فعلا ولادنا عمتا بيجوا بالدعم والتشجيع يعني عايز اقولك مثال كلية فنون جميلة مش مؤهلة ان كانت تستقبل حالة زي مريم لدى كاترة ولا اي حد بس هم استقبلوها بالحب بالتشجيع بالاحتواء بالإيمان بقدرتها دي أهم حاجة فنجحت في الموضوع في غير مريم في أختها يؤنى في كلية هندسة لا يعني ربنا يخلي يا رب وكلهم يبقوا نكحين لكن في غير مريم التحق بنفس الدراسات بعد ما مريم حققت نجاح يحتدوا يفتحوا الباب أكثر للزاوي القدرات الخاصة فيه دخلوا معه بعد مريم طب حلو وده طبعا احنا كنا ده هدفنا كمان ان احنا نفتح الببان اللي كانت مقفولة طبعا هي بقت رائدة في الموضوع ده رائدة في المجال يا بس فالدعم طبعا مهم الأصدقاء الدكاترة كلمين أكثر ازاي بيدعموا مريم يعني الدكاترة كانوا دايما بيقولوا لنا الصح وكانوا دايما لو هي مش فهمة حاجة بيعودوا معيها ويفهموها لها أنا كان مسموح لي ان انا احضر المحاضرات مع مريم وأشوف لان طبعا احنا مش بناخد كل حاجة احنا بناخد اللي يفيدنا في الدراسة حضرتك كنت بتروحي معا الكلية في المدرجات وتخش المرسم الخاص بتاع الكلية وتعودي معها مش مسموح ليعمل اي حاجة بس فكنت معاها دايما في البيت بقى لا طبعا التشجيع دا هي اختها والعيلة مهم قوي ان هم يقولوا رأيهم في اللوحة قوي يعني اما بتخلص بيهم مريم بيهمك يا مريم ان حد يقولك الله دي جميلة طب انتي عملة دي ليه رسمها ازاي كده مين بيقولك كده الله انتي اللوحة حلوة وكده مين دوتو أصرف ومين تاني دوتو الهانو وانتخدر احمد هانو ومين تاني واخوتك وكده اه اكتر لوحة بتحبيها ايه اكتر لوحة رسمتيها وبتحبيها جدا بتحبي اين من اللوحة اللي انت رسمتيها طب بتحب ترسمي اللوحات دي راحت فين راحت فين بعد المعرض ما هي لسه المعرض شغيلة النهاردة اخر يوم طيب احنا لسه عندنا فرصة اللي عايز يشوف لوحة مريم ويستمتع بفنها ورسمها الجميل يقدر يتوجه لدار الأفرا المصرية قاعد صلاح طاهر والدخول مجاني ما فيش ايه اه بالضبط واللي عجبته لوحة يشتريها يعني نشجع مريم كيف نعمل لها دعاية على الهوى هي تستحق كل حاجة جميلة ربنا يبارك فيكي ويبارك في مريم ونشوفها كده فنانة تشكيلية كبيرة وتعرض في اكبر صلاة العرض العالمية زي ما قالت حلمها انها تقدم فنها بر مصر ان شاء الله شكرا جزيلا أستاذ هناء أمين والفنانة التشكيلية مريم وجيهنا وارتينا شكرا يا مريم شكرا لحضر شكرا لحضر